السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم مرة تانية. او مرة تالتة بقى. انا اتكلمنا عن الدرس التمهيدي في حلقتين. واسناء الشرح كنا منتكلم على كل جزئية السؤال بتاعها بيجي ازاي اخر السنة. وده المناسبة بالتفصيل. في عندي اول درس في الوحدة الاولى. اللي هو الدولة تعرفها وانواعها. الجغرافية السياسية بتهتم بدراسة ايه? الدولة? ولا القوى الكبرى? ولا المنظمات الاقليمية? ولا المنظمات العالمية? بقولك الجغرافية السياسية اهلا اهتماماتها هي الدولة. وصلت عندك الوحدة اللي قولها يقولك ايه? الدولة تعرفها مفهوم او مفهومة وتعرفها. الدرس التاني المقاومات الطبيعية للدولة. الدرس التالت المقاومات البشرية للدولة. الدرس الرابع النظام الانتخابي في الدولة. الله. ده كله دولة. طب ايه هي دولة بقى? ما معنى الدولة? واحدة سياسية. استكملة وحدات سياسية المقصوبة هي دولة. تشغل منطقة معينة من سطح الارض. منطقة معينة من سطح الارض كده? يعني ما اتكلم على مصر دولة وحدة سياسية هي وحدة من ضمن الوحدات. تشغل مساحة معينة او منطقة معينة من سطح الارض. مساحة مصر مليون كيلومت مربع. فمصر منطقة معينة من سطح الأرض على الكرة الأرضية تضم سكان دائمين احنا كمصريين عادي مش هنروح المت مليون تاني يوم مش هتلقوا في مكان تاني تحكمها سلطة عليا ذات السيادة الرئيس والحكومة متمثلة في الوزارة هما السلطة العليا ذات السيادة تدير شؤونها الداخلية والخارجية من أهم مهام الرئيس والحكومة أو الوزارة الموجودين داخل الدولة يدير شؤون الدولة الداخلية والخارجية في العلاقات مع الدول الأخرى يبقى خلي بالك أنا عايز أقولك حاجة هنا كويس أول أنا كان عندي في الدرس التمهيني تعريف رئيسي كده جغرافيا السلسية أنا عندي في الدرس ده سبع تعريفات معنا كده لما تكلم عن سبع تعريفات يبقى هما في منتهى الأهمية ممكن يجي من يوم واحد آخر السنة ده أنت عندك الوحدة الرابعة كلها فيها ثلاث تعريفات الوحدة بالكامل فيها ثلاثة أنت عندك درس واحد بس فيه سبع تعريفات أوله الدولة يبقى مع بعض كده إيه هي الدولة؟ قلت واحدة سياسية تشغل منطقة معينة من سطح الأرض تضم سكان دائمين تحكمها سلطة عليا ذات السيادة تعمل إيه بقى؟ السلطة العليا ذات السيادة تدير شؤونها الداخلية والخارجية طيب هوا فيه شروط لأي دولة؟ يعني الدولة ذي كده تقام لا لازم كلها إيه؟ أرض وشعب وسلطة أرض وشعب وسلطة ما فيهش الدولة في العالم اسمها مش موجودة على أرض ما فيهش دولة في العالم ما فيهش شعب ما فيهش دولة في العالم تديرها سلطة لأشروط وأركان الدولة تلاتة أرض وشعب وسلطة طب الكلام ده بيختلف عن الأمة آه ايه يا الأمة بقى؟ مجموعة من البشر خالباك من من اللفظ كده لها أصل عرقي واحد مجموعة من البشر لها أصل عرقي واحد الأمة العربية لنا أصل عرقي واحد طب ايه هو الأصل العرقي الواحد بتاعنا؟ حد عارف؟ نحن وأولاد سامي بن نوح عليه السلام نحن جنس قوقازي نحن الزنوج ولا احنا مغول احنا جنسنا واحد قصلنا واحد يا مجموعة من البشر لها أصل عرقي واحد تعيش على الأرض للفترة الزمنية طويلة احنا الأمة العربية موجودين من فوق الألف واربعمائة سنة موجودين على الأرض العربية من المحيط للخليق أو على الأقل من بعد الدين الإسلامي ووجود الرسول عليه السلام طيب تربط بين أفرادها روابط مشتركة احنا كأمة عربية بتربطنا روابط مشتركة إلى وهي الدين الأمة العربية الدين الإسلامي اللغة اللغة العربية عادات وتقاليد كلها تكاد تكون متشابهة ووحدة ثقافة ثقافتنا كعرب وحدة تاريخ مشترك كلنا تقريبا جنة استعمار وتاريخنا يكاد يكون واحد دولة الإسلامية موجودة من محيط الخليق فتاريخنا واحد يبقى أنا عندي الأمة مجموعة من البشر لها أصل عرق واحد تعيش على الأرض الفطلة الزمنية طويلة تجمع بين أفرادهم روابط مشتركة لغة دين عادات وتقاليد ثقافة تاريخ مشترك ركز معا في كاملة هقوله كده هقولك ما الفرق بين الأمة والدولة أو الدولة والأمة هو ما ينفعشي تقول له الفرق بين الدولة والأمة تعرفين بس بالمناسبة أنت لو عايز تضيف التعرفين ضيفهم لكن لما يتكلم عن الفرق بين الدولة والأمة يتكلم في نقطتين الدولة السلطة رقم أساسي من أركانها أنا لسه أقل لك دلوقتي الدولة لازم كلها ثلاث حاجات شعب وأرض وسلطة ما فيش دولة من غير سلطة تبقى لا دولة يبقى رقم واحد في المقارنة الدولة السلطة رقم أساسي من أركانها الأمة لا تتطلب سلطة حاكمة هي الأمة العربية كلها لها رئيس اسمه رئيس الأمة العربية لا ما فيش الكلام ده لكل دولة من دول الأمة العربية لا رئيس ده طيب الدولة يمكن أن تتعدد بها العادات والتقاليد واللغة يعني الدولة ممكن تلاقي فيها عادات التقاليد مختلفة ممكن تلاقي فيها لغات مختلفة زي سويسرا سويسرا فيها أربع لغات ألماني إيطالي فرنسي روماني أربع لغات في الدولة بس السويسرا موجودة عادي ممكن فيها اختلافها في اختلاف اللغة بس هي دولة عادي بالمناسبة حتى الولايات المتحدة الأمريكية بيطلق عليها متحف لغوي متحف لغوي فيها لغة كتير بس أمريكا موجودة كدولة على عكس بقى لم تكلم عن الأمة لا ده العادات والتقاليد واللغة شرطة أساسي لوجودها زي الأمة العربية الأمة العربية كلها لغة واحدة دين واحد ثقافة واحدة عادات واحدة فعشان كده مدي هنا مثل سويسرا في الدولة ومدي في الأمة مثل ألا وهي أمة العربية تمام طيب أهد الدولة والأمة تعريفين ما المقصود بالدولة ما المقصود بالأمة قارن بين الدولة والأمة من حيث أوجه الشبه والاختلاف أوجه الاختلاف في الاتنين اللي احنا هنم دلوقتي طب أوجه التشابه بينهم لكل من هما أرض وشعب ما هي الأمة موجودة على الأرض والأمة شعب ناس يعني كذلك الدولة موجودة على الأرض وفيها شعب الاختلاف طبعا في السلطة أن الأمة ما لها السلطة والدولة لها سلطة يبقى أنا عندي أوجه التشابه لكل من هما أرض وشعب الاختلاف الدولة السلطة ركن أساسي من أركانها بينما الأمة لا تتطلب سلطة حاكمة اتنين في الدولة ممكن أن تتعدد بها العادات والتقاليد واللغة مثل سويسرا وبها أربع لغات اللي يلتقى بينما الأمة العادات والتقاليد واللغة شرطة أساسي لوجودها زي الأمة العربية طيب هذه أوجه الشبه والاختلاف أنت ما المقصوب بالدولة ما المقصوب بالأمة قارب بين الدولة والأمة من حيث أوجه الشبه وأوجه الاختلاف هنتكلم بقى عن أنواع الدول تابعا للنظام السياسي يعني إيه تابعا للنظام السياسي بص هنقسمها لأتنين دول مركزية وحدوية وأقول لك عن إيه دلوقتي ده تعيكون تعريف ودول اتحادية مركبة لا مركزية تنقسم إلى اتنين فيدرالي وكون فيدرالي فيدرالي وكون فيدرالي أنا مبدئيا كده عندي من مقصوب بالدولة المركزية ما المقصوب بالدولة الفدرالية ما المقصوب بالدولة الكون فيدرالية وضح سمات الدولة الوحدوية المركزية وضح سمات الدولة الفدرالية وضح سمات الدولة الكون فيدرالية يعني التلاتة تعريف وسمات مع وجود نمازج للتلاتة دول لدول عالم يعني أنا مكلم الدولة المركزية الوحدوية من الدول اللي بتمثلها على خارطة العالم خير وتمثيل لها فرنسا من الدول الوحدوية المركزية اللي موجودة معها الصين واليابان طب الدولة الفيدرالية يقول لي أربع دول موجودين على خارطة العالم كتير بس هو بيشبهلي بأربع دول يوم الأربع الدول الفيدرالية يقول لي أمريكا البرازيل الهند استرالي دول أربع دول نظامها السياسي والإداري فيهم فدرالي طب والكونفدرالية الاتحاد الأوروبي ودي هنتكلم عليها الدول الفدرالية والدول الكونفدرالية ومن اللي تحولت من دين دي تعالي على الدول المركزية والدول الفدرالية والدول الكونفدرالية بعد ما تكلم تقول لي بقى مصر مصر فين في الثلاثة دول هل هي مركزية هل هي فدرالية هل هي كونفدرالية الدول المركزية الوحدوية عبارة عن ايه بص الدولة لها حكومة واحدة مش حكومات يعني ومجلس نيابي واحد مجلس شعبي يعني تسيطر فيها الحكومة المركزية ده الوزارة والحكومة على جميع المستويات المحلية المستويات المحلية ممكن تكون ولايات محافظات مجالس بلدية والتلاتة دول محافظات ولايات مقاطعات مجالس بلدية دول بياخدوا القرارات بتاعتهم من الحكومة المركزية يقولك وتستمد المستويات الإدارية السابقة قررتها من الحكومة المركزية المقصود من الكلام يا ولاد ان في دولة فيها حكومة واحدة ومجلس نيابي واحد التأسمة بتاعتها سواء محافظات بياخدوا أولايات بياخدوا القرارات بتاعتهم من الحكومة المركزية الوحدة اللي موجودة ودي موجودة في فرنسا والصين واليابان على فكرة ومصر أنا وضحت دلوقتي أن مصر دولة مركزية إيه هي سمات الدولة الوحدوية المركزية واللي قلت خير وتمثيل لها دولة فرنسا ده نموذج مثالي يعني بعد ما قلت التعريف من مقصوب بالدولة الوحدوية المركزية لها سمات تجانس سكانها عرقي وثقافي وديني سكانها متجانسين مع بعض عرق واحد سواء هم بيض أو زنوج أو مغول ثقافي ثقافتهم واحدة من الشمال للجنوب أو من الشرق الغرب وديني يغلب عليها دين واحد لو أنت طبقت الكلام ده على مصر هتلاقي تجانس سكاننا عرقي إحنا عرق واحد الجنس القوقازي الأبيض ما عندناش مصري زنجي موروس يعني ثقافي ثقافتنا من الشمال للجنوب واحدة الدين الرسمي ألا وهو الدين الإسلامي حتى أنت لو جت على فرنسا هتلاقي الدين الرسمي المسيحية هم عرقيا برضو واحد اللون الأبيض ناس قوقازيين ثقافة فرنسية معروفة تحوي قلبا أو نواه وهي العاصمة أصلي في دول لها أكثر من عاصمة في دول لها أكثر من عاصمة بالمناسبة أصلي في حاجة اسمها عاصمة سياسية وعاصمة تجارية وعاصمة ثقافية لكن عندي فرنسا قلب النواه بتاعتها هي باريس إذا تحوي قلبا أو نواه واحدة وهي العاصمة هذا رقم اتنين من اسمات بتاعتها تخلوا من العوائق والعقبات الطبيعية من جبال وغابات باستثناء اليابان لدولة مجزأ طيب معظمة صغيرة المساحة معظمة الدول الوحدوية صغيرة المساحة بس عندي هنا استثناء الصين لأن اكتشفت من خلال تخلوا من العوائق الطبيعية والجبال والغابات باستثناء اليابان كده أنا عرفت أن اليابان دولة وحدوية أو دولة مركزية ولما قلت معظمة صغيرة المساحة باستثناء الصين دولة كبيرة المساحة أنا كده عرفت أن الصين دولة وحدوية فيها كسافة سكانية عالية معظم الدول الوحدوية المركزية الكاسفة السكانية بتاعتها عالية جدا بص عندنا في مصر كده الكاسفة السكانية عملت زي طبعا يا رأيك في الصين طبعا يا رأيك في اليابان شوف تعداد السكان هناك كامل شوف المدن هناك تعداد السكانها كامل عشان كده تلاقي الكاسفة السكانية بتاعت الدول الوحدوية المركزية عالية يبقى لما يجي يقول لي وضح سماية الدولة المركزية او الوحدوية هقول له الخامسة واحد تجاني السكانة عرقي وصقافي ودين اثنين تحوي قلبا أو نواة واحدة هي العاصمة اللي فيها كلها أنشط الدولة تلاتة معظمة ليست كبيرة المساحة وإن كانت هناك دولة وحدوية كبيرة المساحة زي الصين أربعة قلة وجود عوائق طبيعية كالغابات والصحاري والجبال بين أراضيها إلا أن في دولة وحدوية بس مجزأة ونقول عليها مجزأ بحري اللي هي اليابان فيها كسافة سكانية عالية لكن خلي بالك أنا عايزة أقولك حاجة لما أقولك فيه صح وفيه أصح دمعنى اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواص النموذج المثالي للدولة الوحدوية ممكن يجيب للأربعة بالمناسبة فرنسا الصين اليابان مصر فرنسا صح دي النموذج المثالي لكن لو قال لي من أمثلة الدولة الوحدوية على خرطة العالم وقال لي الصين أمريكا أستراليا فرنسا مثلا أو يقول لي دولة تانية غير فرنسا طبعا ممكن يقول لي أستراليا الهند أمريكا الصين هقوله الصين لو قال لي من أمثلة الدولة الوحدوية جيب لي واحدة من الأربعة لكن لو قال لي النموذج المثالي هقول له فرنسا طب دي الدولة الوحدوية طب الدولة الفيدرالية يقول لي دولة مقسمة طبعا دي دولة مركبة لا مركزية واللي قلت بتنقسم إلى اتنين فيدرالي وكون فيدرالي الدولة الفيدرالية دولة مقسمة إلى وحدات إدارية قد تكون ولايات أو محافظات أو أقلية لها نوع من الاستقلال الذاتي فيما عدا النواحي المالية والدفاع استقلال ذاتي آه يعني أنت كولاية ممكن تدير شؤون الحكم داخل الولاية بتاعتك آه فأنت جت إزاي بالانتخابات إزايك زي الرئيس زي الرئيس الجمهورية أنت مسؤول عن إيه عن الشؤون الحياتية للسكان جوابهم في حاجتين اتنين مالكش ضعوا بيهم الدفاع بتاعة الدولة ده بتاع الحكومة المركزية اللي فوقه الفلوس الأموال أنت ما تطبعش فلوس الفلوس تجدك بالبنك المركز بتاعة الدولة ككل بتاعة الولايات كلها وكلوك بتتعاملها بعملة واحدة زي الدولار مثلا ما أمريكا دولة فيدرالية فيها ولايات كل ولاية لها شؤون حياتها بالسكان عندها لكن أمريكا كلها بتتعامل بالدولار والدفاع ده مختص بزرطة الدفاع بتاعة أمريكا نفسها كحكومة مركزية يبقى التعريف بتاعها لما أقول هي دولة مقسمة إلى وحدات إدارية قد تكون ولايات أو محافظات أو أقاليم لها نوع من الاستقلال الزاتي فيما عدا النواحي المالية والدفاع طب إيه يبقى سمات الدولة الوحدوية بعد الأربع دول اللي أنا حددتهم تتمتع بدستور واحد الولايات كلها لها دستور واحد تتفسر للقوانين ماشي بس الدستور يمشي على كل الولايات في الدولة الفيدرالية تنقسم فيها السلطة إلى حكتين اتنين السلطة مركزية وده تختص بالوظافة السياسلية زي السياسة الخارجية والاقتصاد والدفاع الخارجي والأمن الداخلي ده من اعتبر من أهم اختصاصات السلطة المركزية بينما السلطة المحلية اللي هو محكم الولايات بقى دي حكومات الأقاليم تختص بإدارة زي ما قلتلك دلوقتي الشؤون الحياتية للسكان في توازن بين السلطة المركزية والسلطة المحلية لكل ولاية ما فيش حد يدخل في اختصاصات حد يكون للشعب حق المشاركة في إدارة الشؤون المركزية ما هو مني اللي بيجيب الرئيس بتاع الدولة الشعب لا يمكن أن تتحول إلى اتحاد كونفدرالي ما ينفعش هقولك بعدين بقى ايه يعني ايه اتحاد كونفدرالي ما ينفعش الدولة الفدرالية تكون كونفدرالية يبقى انا عندي في الجزء اللي فات ده ما المقصود بالدول ادي واحد ما المقصود بالأمة ادي اتنين ما المقصود بالدولة المركزية الوحدوية ادي تلاتة ما المقصود بالدولة الفدرالية ادي اربعة قارن بين الدولة والأمة من حيث أوجه الشبه والاختلاف وضح سمات الدولة الوحدوية المركزية وضح سمات الدولة الفدرالية اختر الاجابة الصحيحة من بين الأقواس من الدول التي يجب بها أربع لغات واحد يجب لك اختار بين الأقواس كده هقول لي سويسنا من أمثلة النموذج المثالي للأمة على مستوى العالم الأمة العربية من الدول الوحدوية المركزية النموذج المثالي لها فرنسا وتوجد دول أخرى كدول وحدوية مركزية الصين اليابان ثم مصر حتقيني مش موجودة في كتاب الوزارة من عالم بس انت فين في الاتنين اللي فاتوا دول انت مش مقسم إلى ولايات أو محافظات ولها نوع من الاستقلال الزاتي لكن انت عندك في حكومة واحدة ومجلس نهابي واحد من الدول الفيدرالية على خرط العالم في اختار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس هنلاقي يجيب لك واحدة من الأربع دول ياما أمريكا ياما أستراليا ياما الهند ياما البرازيل طب ده في الاختيارات في الخصائص أو السماد بتاعة الدولة الفيدرالية بتذكر فيهم واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة يفضل تكتب الخمسة على فكرة ما ينفعش ان نكتب نقطة أو نقطتين بس بإجابة سؤال كده انت اتناقص نفسك كذلك الكلام ده بينطبق برضو على الدولة المركزية وكذلك الدولة الكونفيدرالية لما نجي نتكلم معها ان شاء الله بعد كده في آخر الكتاب يا أولاد في أسئلة موجودة على كل درس من الوحدة عندك الأسئلة بتاعة درس التمهيدي في صفحة ثلاثة واربعة في الأسئلة اللي موجودة وراء في الأولاد وسود دي حلاها كويس عندك درس الدولة والأمة التعريف حتى يلي ضع علامة صحة وعلامة خطأ أمام العبارات غير الصحيحة مع ذكر السبب في الحالتين تعد الصين مثالا للدولة الوحدوية كبيرة المساحة بقوله صح الصين دولة وحدوية كبيرة المساحة إلا أن هناك بما يطلق عليه سمات الدولة الوحدوية أن معظمها صغير المساحة باستثناء الصين دولة كبيرة المساحة اختر الإجابة الصحيحة بين الأقواص تعد دولة نقط من الدول الوحدوية المجزئة كلام اللي كنت بأتكلم عليه دلوقتي مجزئة مصر الصين اليابان فرنسا طبعا هتلاقي أن الأربعة دول وحدوية نفس الكلام اللي كنت بأقوله على دلوقتي لكن الوحدوية المجزئة هتكون اليابان تعاد دولة نقط مثالا للدولة الفيدرالية مصر فرنسا الصين البرازيل هتكون البرازيل ده أنا كده استنبطت كده وستنتبت أني مصر مش دولة فيدرالية طيب صفحة رقم 6 قارن بين الأمة والدولة من حس المفهوم كده أنا هكتب المفهوم وخصائص كل منهم وأوجه الاختلاف يعني الكلام أوجه الشب والاختلاف في كل منهما وعند مقارنة بين الدولة الفيدرالية والكونفيدرالية هتكلم عن الفيدرالية بس عشان إن شاء الله بإذن الله الحصة جاية هنتكلم عن الدولة الكونفيدرالية والعاصمة وقلب الدولة وأشككم إن شاء الله بإذن الله الحلقة اللي جاية شكرا سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر